يعد تناول الفول السوداني أثناء الحمل اختيارا زكيا هذا لأن الفول السوداني مليء بالبروتين والفولات وكلاهما يجب أن يكون جزءا من نظامك الغذائي أثناء الحمل إن حمض الفوليك والفولات يمنعان الإعاقات الخلقية والأضرار التي لحقت بالعمود الفقري في حين أن البروتين ضروري للأم ونمو طفلها الرضيع إن الفول السوداني يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة وهي معبئة بالدهون الطبيعية والفيتامينات خصوصا الفيتامينات E وB إن الفول السوداني يوفر خصائص مضادة للأكسدة اللازمة لحماية الجسم من الأنفلونزا والأمراض الشائعة الأخرى ويساعد محتوى الزيت في الفول السوداني على التحكم في المشكلات الجلدية ويعمل كعلاق طبيعي للقروح والتهابات الحلق بما في ذلك المنجنيز في النظام الغذائي هو أم ضروري لصحة العظام يساعد محتوى المنجنيز في الفول السوداني على تعزيز نمو العظام الصحي عند الطفل ومن المعروف أن محتوى الألياف في الفول السوداني يخفف من مشكلات الإمساك يمكن للأمهات أن تضيف كمية صغيرة إلى نظامهن الغذائي كل يوم للتخلص من مشكلات الأمعاء أثناء الحمل سوف يحتاج جسمك إلى إنتاج المزيد من الدم لدعم نمو الطفل لكن إذا لم تحصل الأم على كمية كافية من الحديد فلن يتمكن جسمها من فعل ذلك بشكل فعال مما يؤدي إلى فقر الدم لمكافحة هذا الخطر يجب على النساء الحوامل ضمان حصولهن على الحديد الكافي والفول السوداني هو مصدر كبير للحديد هذا يجعل الفول السوداني غذاء مثالي لعلاج فقر الدم وقد تصاب بعض النساء الحوامل بالحساسية أثناء الحمل وقد يحدث لديها بعض الأعراض مثل حدوث إسهال أو قيء أو سعال أو صفير وضيق في التنفس مع حك في الحلق واللسان أو حك في الجلد مع طفح جلدي أو تورم في الشفاه والحلق مع سيلان في الأنف أو أن تظهر العيون حمراء أو حساسية مفرطة وهذه هي أخطر الأعراض التي تؤدي إلى الانخفاض في معدل النبض ونظرا لأن هذا العرض قد يؤدي إلى تهديد الحياة هنا يجب استشارة الطبيب فورا أثناء الحمل يمكن أن يكون لاستهلاك الفول السوداني في بعض الأحيان آثار جانبية تكون فرص الآثار الجانبية أعلى بشكل خاص إذا كانت لديك مشكلة صحية أساسية إن بعض الآثار للفول السوداني أثناء الحمل هي أن يكون هناك خطر مجهول المصدر فتأكد من أنك لا تأكلين الفول السوداني القديم أو المخزن فهذا يمكن أن يسبب التسمم الغذائي إذا كان لديك التهاب في المعدة فإن تناول الفول السوداني قد يزيد من هذا التهيك إن الفول السوداني يحتوي على الكثير من الدهون التي يمكن أن تجعلك تكتسبين وزنا إذا كنت تعاني من زيادة في الوزن من الأفضل تجنب الفول السوداني وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن تناول الفول السوداني أثناء الحمل يمكن أن يقلل من خطر إصابة الطفل بالحساسية لذلك إذا لم يكن لديك تاريخ من الحساسية من الفول السوداني فاستمر في تجربة العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تناول الفول السوداني أثناء الحمل عن طريق غلي الفول السوداني في الماء والملح ثم صنع الفول السوداني المسلوق الوجبة الخفيفة الرائعة إذا كان هناك فترة طويلة بين الغداء والعشاء ولا يوجد أي ضرر في استهلاك الفول السوداني إنما تكون الحامل تتوق إليه ولكن يمكن أن يودي إضافة الملح في الفول السوداني إلى احتباس الماء في الجسم وارتفاع ضغط الدم